في العراق تم تنظيم العديد من الانشطة كما يعلم الجميع وتم الاحتفال باليوم العالمي لليوغا وسنطلق هذا الشهر مسابقة بعنوان ارسم للهند كما ستقام مسابقة لكتابة المقالة لجميع العراقيين ممن درسوا في الهند فيما شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند والعراق انتعاشا في عام 2018 اذ بلغت التجارة الثنائية 24 مليار دولار وفي عام 2019 وصلت الى 25 مليار دولار لتنخفض في عام 2020 الى قرابة 16 مليار دولار بسبب انخفاض صادرات النفط العراقية في الواقع كان العراق اكبر مورد نفط للهند حيث يمثل 21% من واردات الهند النفطية اما طبيا شاركت العديد من شركات الادوية العراقية بنشاطات في مختلف فعاليات الترويج التجاري التي نظمت في الهند حيث يوجد عدد من المستشفيات الهندية في لجنة وزارة الصحة العراقية وترسل من يستحق العلاج من المرضى وفيما فائد من العروس انخفاض من المناسيين شخص مفيد من المظلة الوحيش نظام اتمنى الى لجمع الوحيد ستجاري لنفسها بشكل كثيرا